اشتركوا في القناة الهندسة الى الدرس الخامس حيث سنتعرف الى المثلثات المتشابهة لكن قبل ان نتعرف الى المثلثات المتشابهة ما رأيكم ان نميز بين المضلعات بشكل عام طبعا هناك نوعين للمضلعات محدبة ومضلعات مقاعرة واذا لم يذكر نوع المضلع فهو مضلع محدد طبعا اغلب المضلعات التي تعرفنا اليها في صفوف سابقة وحتى الان هي مضلعات محددة من المضلعات التي نعرفها مضلعات المثلث المستطيل المربع شبه المنحرف المعين المخمس توازي الأضلع والمسدس والمسدس احسنت نعم اذا هذه المضلعات التي تعرفنا عليها بدءا من الصف الاول وحتى وصولنا الى الصف التاسع ما علاقة المضلعات في درسنا اليوم؟ طبعا يستطيع ادخال المضلعات في درس التشابه بكل سهولة لنرى معا كيف قبل ذلك اللي نرى معا الصورة التالية هذه الصورة عن ماذا تعبر يا ايمان؟ عن ماذا تعبر هذه عن تطابق وتشابه ماذا لاحظت في الصورة؟ ماذا لاحظت ما في هذه الصورة؟ التطابق والتشابه والطول نفسه طبعا التوأمان في اغلب الاحيان اذا كانت توأمين حقيقيين فهما متشابهين تماما لدرجة اننا لا نقول انهما متشابهين انما نقول متطابقين وكأنهما شخص واحد تماما يعني قليل يكون في بيناتهم نقطة علامة فارقة علامة فارقة قليل واحيانا بيكون التوأمين غير حقيقيين لكن مع ذلك يشبهون بعضهم البعض هنا نرى معا الصورة التالية هذه صورة لثلاثة من الاخوة طبعا مهما كان فارق العمر بينهم الصغير والكبير والمتوسط فنلاحظ ان هؤلاء الاخوة متشابهون يشبهون بعضهم البعض طبعا لانهم لنفس الام والاب فهم يشبهون طبعا رح يشبهون اهلوا عنه يعني الاب والام إذن نلاحظ تشابه العيون الفم إذن هناك كثير من النقاط المشتركة لكن بشكل عام الطفلة لا تنطبق على أخيها الأكبر منها ولا على أخيها الأصغر منها هي شخصية مختلفة بحد ذاتها يعني لا تنطبق عليها إنما تشبهوهم إذن في الصورة الأولى وهي صورة التوأم الحقيقي لاحظنا التطابق التطابق شخصان منطبقان تماما يعني قليل أن يوجدونك فروق بينهما أما في الصورة الثانية فلاحظنا أن الأخوة الثلاثة رغم اختلافهم عن بعض إلا أنهم متشابهون من هنا ننطلق إلى درسنا اليوم مفهومة التطابق والتشابه لنرى معا هذين الشكلين هل هذين الشكلين متطابقين أم متشابهين أريم راح أتجاوب هذين الشكلين متطابقين إذن هذين الشكلين متطابقين أيضا نلاحظ المثلثين التاليين وهما مثلثين قائمي الزاوي إذن أنهما متطابقين ومتشابهين متطابقين ومتشابهين نلاحظ الأشكال التالية أيضا هل الشكل الأول والشكل الثاني والشكل الثالث هي أشكال متطابقة يا أحمد أحمد هل هذه الأشكال هي أشكال متطابقة فاصلة لا إنما ماذا نقول متشابهة متشابهة فقط معم متشابهة فقط أحسنت يا أحمد إذن إنها أشكال متشابهة فقط أيضا المثلثات القائمة أشكال أيضا متشابهة إذن مفهوم التطابق والتشابه يجب أن نميز بين مفهوم التطابق والتشابه فالشكلين المتطابقين يمطبقان على بعضهما تماما ويمكن أن نقول عن شكلين أنهما متطابقان ومتشابهة أما هل أستطيع أن أقول عن شكلين متشابهين أنهما متطابقين يا حنان حنان هل المتشابهين متطابقين المثلثات عندك المثلثات 1-2-3 لا أنا عم بسألك سؤال المثلث الأحمر والمثلث الأزرق متطابقين وفي نفس الوقت متشابهين لكنني لا أستطيع أن أقول أن المثلثات 1-2-3 هي مثلثات متطابقة إنما فقط متشابهة إذن مفهوم التطابق يشمل التشابه لكن مفهوم التشابه لا يشمل التطابق سأعود معكم إلى الشريحة ننتبه جيدا هذا المثلث الأزرق استطيع أن أطبقه تماما على المثلث الأحمر فهما متطابقين ومتشابهين أيضا المثلث الأزرق أستطيع أن أقوم بإطباقه تماما على المثلث الثاني الأخضر طبعا قمت بذلك بكل سهولة لأن أطوال أضلاع المثلثين متساوية وقياسات ذوايا المثلثين أيضا متساوية أما إذا حاولت هنا بالنسبة للمثلثات المتشابهة فلا أستطيع إذن لا ينطبقان على بعضهما سيكون هناك مثلث صغير ومثلث أكبر تمام إذن فهما فقط متشابهين وغير متطابقين إذن بذلك نكون قد ميزنا بين مفهوم التشابه ومفهوم التطابق ترجمة نانسي قنقر